موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامة دا تانك دي بارين قد تكون مباراة اليابان واحدة من الهزائم المحبطة للجماهير البحرينية لكنها في عالم الأرقام ليست أكثر من ثلاث نقاط هذا ما يدعو للتفاؤل قبل موقعة الخميس التي يقف فيها الأحمر مستعدا للدفاع عن حلمه في الذهاب إلى كأس العالم مثل موغلت طويلنا صفحة مباراتي أبان استعاداتنا منتوازة حق مبارات أندونوسيا دراسنا الفريق ومثل موغلت المنتخبات كلامك شوفة عقوب جولتين فندري منتخب أندونوسيا فريق موسهل فريق عنده تقريبا ثلاثة عشر لأربعة عشر لاعب محترف فإحنا على عرضنا وبين جمهورنا نتمنى أن نطلع بثلاث نقاط والراضي جماهيرنا ونتمنى جماهيرنا يكفون يالنا في المبارات مواجهة أندونوسيا مهمة مثلها مثل بوغي مباريات التصفيات إحنا متفقين أن كل مباراة نأخذها على أحد الركز في كل مباراة كانها فاينال كانها أخر مباراة خلصنا من السروليا من بعد اليابان طوينا صفحة اليابان كانت نتيجة يعني ما ترضى أي أحد أكيد تعلمنا منها اليوم أندونوسيا من أفس شرس وفريق صعب ما نستهين فيه أبدا واحد من أصعب الفرق في المجموعة محترمينهم أزل من أي فريق ثاني وإن شاء الله بنأخذها بنأخذها بكل جدية إن شاء الله مدرب منتخبنا الوطنية الكرواتي دراقان لم يكن محظوظا في جدول المباريات لكن الفوز المستحق على الكنجر الأسترالي في أستراليا كان بمثابة بطاقة الدخول للمنافسة فالجميع يؤكد على صعوبة مجموعة الأحمر أندونيسيا المنتخب الذي لم يكن سهلا كما توقع البعض فقد أوقف الأخضر السعودي بالتعدل وكان نفس الخصم الصعب أمام أستراليا بعد أن تعادل سلبيا الأحمر يسعى لتحسين الصورة وسيقاتل من أجل أن يرضي الشارع الرياضي بعد خماسية اليابان التي لم تكن متوقعة سلاح الأرض والجمهور قد يكون الأهم في الوقت الحالي فالأحمر بجماهيره يصبح مرعبا لأي خصم كان حياكم الله من جديد وللحديث أكثر عن أجواء مباراة البحرين وأندونيسيا التي ستقام يوم الخميس الساعة السبع بتوقيت مملكة البحرين يسعدنا تواجد المحلل كابتن محمود مختار حياك الله يا كابتن أهلا وسهلا بك وأستاذ المشاهدين ورحب أصلا بالزميل سيد حسن حياك الله يا كابتن حسن المسوي اللاعب السابق وأيضا مساعد مدرر في المدام حياك الله إيانا أسعى عليك بالخير أخي حمد وأسعى على الكابتن محمود مختار وأستاذ المشاهدين وأتمنى أن حلقة اليوم تكون متميزة بإذن الله أبدأ وياك كابتن محمود ونبدأ بالتقيير لتفنال الزميل عمر عبد السميع أكيدنا شكرا على المجهود الحديث دائما عن مواجهة المنتخب الأندونيسي اللي ظهر بشكل ممتاز جدا تمكن من مفاجأة السعودية في أول مباراة والتعادل في السعودية وكان ممكن حتى يخطف الفوز وأيضا تعادل مع المنتخب الأسترالي يعني تعادل مع اثنين من أهم المرشحين للتآهل بشكل مباشر أندونيسيا لم تعد أندونيسيا السابقة اللي تعودنا أنها تكون منافس أو مب البحرين تعودت تكون منافسة هل لمختلف المنتخبات الأسيوية طبعا أكيد أولا بالنسبة لكل المنتخبات اللي وصلت لهذه المرحلة بأكيد لها الحق في المنافسة المجموعة اللي موجودة إحنا فيها من أصعب المجموعات وجود المنتخب السعودي الاسترالي الجاباني بالإضافة للصيني والأندونيسي اليوم الأندونيسيا من خلال نتائجها في المباريات الأخيرة حتى قبل تأهلها هي كانت من ضمن المجموعة مع المنتخب العراقي وكان الترشيح يصب على المنتخب الفلبيني لكن المنتخب الأندونيسي من خلال العمل اللي قامه والمستويات اللي قدمها خلال التصفيات أدى مستويات يعني نقول عطت الأمل للجماهير الأندونيسية وهناك مشروع عمل أصلا يعني أنت اللي قاعد تشوفه اليوم من الأداء داخل الملعب لم يأتي منها با فيه هناك عمل على مستوى الدوري على مستوى الاتحاد الأندونيسي هاي اللي يبين لك آثارة من خلال نتائج نقول مو الإيجابية فقط لكن هي يعني مشجعة بالنسبة للأمل بالنسبة للمنتخب الأندونيسي واليوم هذي الشيء احنا لازم كمنتخب يمكنها من خلال الرجوع للتقرير كان الأعقل هو تصريح الكابتن جاسم الشيخ اللي قال اليوم من أصعب المباريات في الدوري بحكم أنها يعني حتى تصنيفة إذا ترجع على التصنيف 129 لكن هذا ممكن تحت الهواء يقول كابتن سيدنا لا يعني شيء داخل الملعب اليوم أنت المنتخب الأندونيسي جاي بمعنويات عالية من خلال مشفناه اليوم مباراة مع الجابان مباراة مع المنتخب السعودي أدى مستوى عالي طريقة اللعب اللي قاعد يلعب فيها مدرب الفريق قاعد ينقل فلسفته وتكتيكه كل مباراة على حدة فأعتقد المنتخب الأندونيسي منتخب ند وليس المنتخب اللي كان قبل عقد من الزمان تغيرت فيه كثير من العناصر فيجب احترام المنافس والتعامل معنا داخل أرضية المعلقة كابتن حسن استكمالاً لكلام كابتن محمود المنتخب الأندونيسي واضح أنه يسير بخطوات مدروسة وخطوات تدريجية مؤخراً طابعة الأندونيسية في إحدى الفئات العمرية وصل لقبل نهائي يعني فالقادم أكيد أجمل المنتخب الأندونيسي فواضح فيه خطة عمل وهي ظهورهم بشكل مميز أمام الأخضر السعودي وأمام منتخب أستراليا أكيد يعني ما كان وليد الصدفة صحيح يمكن الاتحاد الاندونيسي ارتأى في الفترة هذه الأخيرة أنه يغير فكرة قادم في اندونيسيا وبدأ يبتدي على مشروع أنه مثل ما تفضلت قبل شوي أنه ما يكون منتخب اندونيسي منتخب مشارك فقط أنه يكون منتخب ما أقول لك ينافس على المقاعد الأولى أو على البطولات لكنه يكون له اسم ووزن في قارة أوسيا يمكن أن أنا رجعت حك تشكيلة منتخب اندونيسيا فيها تقريبا فوق 13 أو 14 لاعب محترفين في أوروبا يمكن ليس في الدوريات الخمسة الكبيرة لكن محترفين في أوروبا فأنت اليوم إذا تستقضب لعبين عقلياتهم بدأت كعقلية أوروبية محترفة فالبناء عندهم بيكون بشكل زين يصلون فارق الأول عندهم موايد أمور تكون أفضل من اللعب الأسوي حتى لو كان اللعب الأسوي مهاريا أفضل منه لكن العقلية البناء الأساس اللي صار كان بشكل صحفان معظم اللعبين ترجع جذورهم هولندية بحكم أن أندونيسيا كانت مستعمرة هولندية فخذت الاستقلال في 1949 قبل الحرب العالمية الثانية فاللي ارتقلنا للمتحاد الأسوي يخذ لعبين لهم جذور أندونيسية وهولندية فإذا ترجع وتشوف معظم اللعبين لهم جذور هولندية ونحن نعرف المنتخب هولندا بشكل عام حتى في فترة في منتخب هولندية لعبوا لعبين فيهم أصول اندونيسية صح فاللي صار أنهما يعني خذوا لعبين وبنوا يعني واستقطبوا مدرب كوري تتعارف الكوريين في الانضباط موفي عليهم فالمدرب عمل توليفه قدار أنه مثل ما تفضل بحميد في التصفيات أنهما يتأهلون على حساب منتخبات يمكن كانت المرشحة أنه تكون على منتخب اندونيسيا وخذت يمكن نقطتين من أقوى مرشحين في المجموعة مع منتخب اليابان ففي عمل في عمل في الاتحاد الاسيوي في أمور تغيرات يعني هاي الشيء نحن قاعد نشوفها ترى في معظم منتخبات قارتها أسيا مو بس في منتخب اندونيسيا في عمل قاعد يصير فمباراة بكرة أنا أتشوفها يمكن أصعب بتكون من مباراة استراليا يعني موضوع العشرة صفر اللي إحنا نفذنا فيها يمكن ننسوها خلاص إيه خلاص يعني كانت إيه كانت في 2012 كانت في 2012 2012 سنة 29 فبراي 2012 2012 سنة تقريبا إيه فخلاص هاي الأمور انتهت إنت اليوم منتخب مثل اندونيسيا دو مصر المرحلة هذي من التصفيات انت لازم تحط لك كل احترام وتخدير وتلعب معه على النهوة منافس قوي وتاخد ثلاث نقاط هي مهمة بالنسبة لنا خصوصا المباراة تصار على أرضنا دائما تكون مهمة لأنه انت يمكن تعطي الأولوية للمباراة اللي تلعبها في البحرين أكثر من مباراة اللي تلعبها برا لأن حظوظك تكون هنا أكبر بحكم عامل الأرض والجمهور نعم كابتن محمود إذا نرجع حق أحمرنا البحريني نتذكر شونه صار ونذكر صلى المشاهدين أنه بدين بالفوز التاريخي على استراليا في استراليا بعد ذلك خسارنا من اليابان بخماسية في المبارتين كان واضح أنه منتخبنا يحتاج أنه يطور الجانب الهجومي يطور الشكل الهجومي له يعني حتى في مباراة استراليا ما كان لأنه شكل هجومي واضح أنت في خلال التصفيات وخلال مختلف مباراة مثل ما تفضل كابتن حاسل مباراة اللي في أرضك بتحتاج أن يكون لك شكل هجومي واضح عشان تسجل أهداف وتقدر تحاول تأخذ أكبر عدد من النقاط وانت لازم بعد تعرف ترجع نحن نقول الواقعية والمنطق شينه قاعد يقول لازم تتعامل مع كل منافس في المجموعة انت واجهت مع استراليا في استراليا شيء أمر صعب أنك تهجم وتفتح الملعب يعني تكتيك المباراة أخذناها بالطريقة الصحيحة واللاعبين والأدوات اللي التشكيلة كان التحدي في ذي المباراة أن لاعبين ما دخلوا أجواء الدوري يعني كانوا استعدادهم قبل بداية الدوري عندنا وهذا يعني كان الخوف منه حتى من ناحية الإعداد البدني لكن لاعبين نقول أدوا الأدوار وخطفوا وفوز في آخر دقائق لما نرجع إلى المباراة اليابان نقول الشيط الأول يعني نقول مقبول بحكم أنت التصنيف أنت بعد طالع يعني المنتخب الياباني مرشح الأول على آسيا وعلى كبير على جميع المجموعات يعني فالفرق كبير من ناحية اللاعبين والأدوات الفرق صار في الشيط الثاني الشيط الثاني صارت أخطاء فردية حتى من طالع يعني قراءة المدرب الياباني لأخطاء لاعبين كانت طريقة صحيحة نحن نركز أكثر على مباراة اندونيسي لأن مباراة الياباني أنا أقول لك لأن إذا من نرجع إلى مباراةنا اليوم مباراة نناخذها على كل حدة لاعبين لدينا ثقة فيهم يعني من ناحية الخبرة من ناحية وجودهم نطجهم الكراوي أعتقد منتخبنا يمتلك أكبر مجموعة يعني فرصة لاعبيننا اليوم بالوصول إلى تقول لكاس العالم هاي فرصة الأخيرة لأنه بحكم وجودهم على معامل منتخب من سنين طويلة يعني بغض لو نرجع إلى الأسماء يمكن دخول فقط من الثمانية وعشرين ست سبع لاعبين شباب بس الواحد وعشرين لاعب والتشكيلة الأساسية أكثرها معظمها لاعبين خبرة ولاعبين في تصفيات ولاعبين في بطولات فهاي الأمور مارين فيها فأعتقد أن المفروض أن يتعاملون مع مباراة بكرة بالطريقة الصحيحة ويحترمون المنتخب الاندونوسي بشرط أن الجهاز الفني قرأ الفريق الاندونوسي بالطريقة الصحيحة المنتخب الاندونوسي يلعب بطريقة 3-5-2 ويلعب في الخط الدفاعي 5-3-2 فتشوفها يسكر كلها واعتمادها كلها على الأطراف هاي الأمور المفروض الجهاز الفني عارفها لا حقا أكثر بندش في هاي التفاصيل كابتن حسن الجانب الهجومي في البحرين فشون يجب أن يتطور هل بعدد أكبر من المهاجمين هل بطريقة معينة بكونك يعني لعب ومدرب ومساعد مدربة الآن أكيد هاي الأمور لها أهمية لأن من أجل الفوز لازم يكون يعني تسجل هدف ما هو تسجل هدف إذا كان لك شكل هجومي معين ما أقول إننا نلعب بشكل هجومي مفتوح لأن ما تعودنا على البحرين في كل تاريخ خلال تلعب دي الشكل ولكن لازم يكون لنا هوية هجومية لكي نأخذ النقاط على الأقل في البحرين مثل ما تفضل صحيح مباراة بكرة حمد بشكل خاص تحتاج أن تحتاج شجاعة بكرة لازم لعبين يكونوا شجاعون في الملعب ويكون عندهم إيمان أن أهما قادرين أن يسجلون على أي منتخب سواء الإندونيسي أو غيره بكرة مباراة بكرة يمكن لدينا نقاط قوة في الأجنحة التي لدينا سواء محمد مرهون علي مدان مهدي حميدان أبراهيم الختال وعندنا في العمق كراس حربة يمكننا نفتغر إسماعيل عبدالاطين في الإصابة لكن وجود مهدي عبد جبار ووجود حسين عبد الكريم يعني يعطي عمق هجومي نحن نحتاجه في مباراة بكرة فدائماً أنا أقول الشيء اللي أنت بتميز فيه إلعب عليه إلعب عليه نحن بكرة أتمنى أن نستغل الأطراف نستغل سرعة محمد نستغل سرعة علي مهارة علي وهو يدش على داخل لا يلعب على القاط يلعب على داخل شوائي فوجود مهدي في البوكس مهدي من اللعبين اللي يقتنصون الفرص يمكن مهدي من اللعبين اللي حتى كنت أنا معاه في المنام من اللعبين اللي كان ما يبين في المبارا يمكن أن تشوفها كمشاهد أو كمتابع شو مهدي مم موجود لكن في لحظة واحدة إذا غفلت عنه يسجل عليه فهي الشيء اللي نحتاجه بكرة من مهدي يكون مركز في التسعين دقيقة الأخطاء اللي يصير وراء لازم يستغلها ونسجل منها فهي الأمور الفنية كلها ما بيتوفق فيها المنتخب إذا ما كانت عنده شجاعة بكرة أنه قادر يأخذ ثلاث نقاط مباراة بكرة لازم كان قادر إبادر هجوميا لازم نبادر لازم نبادر يعني اليوم أنت الخصم والمنافس يختلف المنافس ممنتخب اليابان ولا منتخب أن يفوقك فنيا على الورق هي دائما 50-50 لكن أنت اليوم تلعب على أرضك وبين جمهورك وأنت على الورق خلنا نقول بشكل يعني بكافة شريم يعني مصير لأن أنت متفوق على المنتخب الإندونيسي لكن لازم تبادر إذا ما بادرت هما ترى يلعبون على أخطاء يلعبون على أخطاء لأنهما سلوبهم في كومباكت وفي لعب على أخطاء المنافس فلازم نبادر لازم ندش المباراة بشكل سريع يعني ما نأخذ بك طويل عساس أن ندش المباراة الفرس التي يتينا إذا كانت قليلا لازم نستغلها فهذه الأمور كلها أتمنى أن السيدة دراغون أحطناها في قراءة اللي ما هي ما قابل المباراة وأتمنى أتمنى بكرة أن اللاعبين يكونوا شجعان ويبينون لنا أنهما قادرين في مباراة مثل هذه في تصفيات كاس العالم أنهما يبينون معدن اللاعب البحريني إذا في الوقت اللي الجمهور يطالب اللاعب بشيء يكون حاضر نعم كلام عن الجمهور كابتن محمود الجمهور شفناه في المباراة اللي فوتت لأن يعني لعبنا حد الآن مباراة واحدة على أرضنا كان موجود ويحاضر ويشجع وكان موجود حتى بشكل يعني مبكر وذكرنا بأيام مباراتنا مع ترندل وتوباقو ذكرنا بأيام مباراتنا مع نيوزيلندا رجعت الجماهير البحرينية تكون موجودة ولكن مثل ما قال بن عدي في المؤتمر الصحفي إنه نحن نتائجنا في البحرين نحتاج أننا نحسنها هلأ زال الجمهور بالنسبة يعني حق لعبين كأن عامل ضغط إضافي أكثر ما هو محفز هو أمر مستغرب يعني بالنسبة للعبين لأننا نحن نتكلم عن اللاعبين نتكلم عن الضغط وعن الإعلام يعني اللاعب مني يوصل خصصا لعبين أرجع أقول كلهم يمكن تخطوا الخمسين والستين مباراة دولية ووصلوا الأعمار ولعبوا أمام جماهير يمكن بعضهم صليمية مباراة نعم العب حتى بار كثير من المباريات يعني موضوع الجمهور إنك إن تلعب قدام جمهورك المفروض يكون الأرض والجمهور عامل مساعد ما يكون نقمة عليك يقول نعمة يكون هاي عامل مساعد فأمر مستغرب لكن يمكن أنت لعبت أمام اليابان وقيت لك اليابان عرف شلون يعني يتعامل مع مجريات في أشياء يعني الجهاز الفني يأدي دوره اللاعبين يأدون دوره الجمهور عليهم بعد الحضور وتشجيع يعني ليس فقط وقت الخسارة ووقت الفوز الجمهور عليه الحضور كل واحد يأدي دوره داخل الملعب المطالبين الجمهور بالحضور بالعكس يعني هذا الشيء يعطي لللاعبين إن أنا أديت دوري مثل ما نطالب باللاعبين مسألة التوفيق والفوز هذه يرجع إلى اللاعبين لكن مو منطقيا إن إحنا نطالب بالفوز وإحنا في أرضنا وبين على ملعبنا ونغيب عن هاي الأمور وطبعا وجودنا ووصولنا لهاي المرحلة وعدنا ثلاث نقاط وهي فرصة إننا نتصدر بكرة من خلال الفوز إذا الله كتب وإن شاء الله توفقنا مبارا فهذا يعطي دافع فأعتقد الجماهير مطالبة وهم دائما وإحنا أيضا نحضر يعني إحنا الجمهور سواء إذا ما كنا في الملعب كل الجماهير بغض النظر ما يحتاجون دعوة المفروض أن أنت تبادر وتحضر إذا من محمود المختار إلى محمود رياض ونشوف شنو قال عن مباراة اندونيسيا مباراة اليابان كانت مباراة صعبة جدا علينا لأن أنت يوي منفوز مفوز كبير على منتخب منتخب استراليا منتخب منافس يمكن أحنا من بعد القرعة وجدول التصفيات كان صعب جدا علينا بعد فوزنا على أستراليا استوى الصعب في صالحنا النتيجة والنتائج الثانية كانت كلها في صالحنا وجدا مبشرة فكان أملنا كبير في مباراة اليابان اليابان لعبنا كشوط أول الكل كان في رتم عالي وطبق خطة المدرب بنسبة 100% اللي صار نهاية الشوط الأول والشوط الثاني والدروب العود اللي صار الكل تفاجأ فيه حتى اللعبين نفسهم فما كان لها مبرر لا من اللعبين ولا مننا احنا ولا المدربين ما تعرفش اللي صار بالضبط يمكن فيه اسباب يعني جزئيات بسيطة بس التأثر في مباراة نفس مباراة اليابان خاصة أن أنت لعب أول مبارتين مبارتين على مستوى ويد عالي وساعات سفر طويلة وفارق توقيت مرتين تغير لك في عشرة أيام لأمور كلها أنت ما تقرر تسيطر عليها لو تحاول بأي طريقة ما بتقرر سيطر عليها ما بعد المباراة نحن قعدنا مع اللعبين قعدت صراحة يعني قلنا ونحن عارفين نتيجة وائد ثقيلة نتيجة وائد محبطة للجمهور للمسؤولين لكل شخص كلنا نتحمل مسؤولية لكن ليلة حين فرصتنا وائد عودة نتائج الثاني خدماتنا كلنا عارفين منتخب اليابان بس في النهاية هم 11 لعب واحنا 11 لعب في الملعب النتيجة وائد أكبر من اللي احنا نتخيلها لو احنا متشاومين اننا بنخسر ما بتوصل لذين نتيجة وحتى اللعبين نفسهم اللعبين حاسين من داخلهم ان احنا اللي صار نتيجة وائد أكبر من اللي احنا نتحملها كأشخاص وكلعبين فالمسؤولية صارت يعني وائد كبيرة عليهم ردت الفعل صائرة كبيرة ان لا لازم نعوض لازم نرجع ثقة الجمهور الجمهور اللي حضر جمهور كبير جدا وما قلنا مو متوقعين لا لا متوقعين بس ما توقعنا بها الحماس يكون حاضر هذي انت في النهاية ترى دافع لك مو عليك اللعبين نعم ساعات اللعبين اللي يكون تحت مثلا هالعدل كبير من الجمهور كون تحت ضغط كبير لا لعبين عندهم من الخبرة اللي يحاولون هذي ضغط لمصلحاتهم لكن الظروف ما شاءته هذي كرة قدم الحين يدور عليهم واللي قلناه لهم ان انت فرصتك احين بعد كبير اللي الحين انت في نهاية منتخب اليابان يمكن بفوز كل المباريات فانت هذي المباراة مو في الحسبة اصلا لكن انت الحين دورك اديش في الميدان احين فرصتك وائد قوية انت اذا فست على اندونيسيا انت قعد تنفس على مركز ثاني وهذي مو شي سهل انت تنفس على مركز ثاني فضل المنتخبات اللي احنا القرعة ابدا مخدماتنا يعني انت في كل مستوى خذت التوب خذت افضل فريق فاللعبين عهدوا نفسهم وعهدوا المدرب وعهدوا الكل اننا احنا نبارات اندونيسيا بنعوض مع نبارة مو سهلة منتخب قوي جدا ومتطور جدا لكن هذي هو الدفع لهم انهم من نفسهم يعني ابعدوا انه وعدوا الكل انهم يعوضون في هالنبارة وهذه كفاية كان الموضوع ترى ويد سهل مع اللعبين انت تغير نفسياتهم لانهم لعبين كبار عندهم خبرة وعارفين وفاهمين الواضع ومنطلعين يعني انت الحين في عصر تقدر تشوف كل شيء جدامك تعارف انتخب اندونيسيا واللعبين عارفين اغلب لعبين هم 13 لعب من وين فالامور كانت ويد سهلة مع اللعبين وان شاء الله ان شاء الله بيضون الوي وقدها ان شاء الله دائما الانتقارات وقت اعلان القائمة الاساسية للمنتخبة والقائمة اللي راح تلعب المواجهتين مواجهات السعودية واندونيسيا يتي انتقارات كبيرة على الجهاز الفاني في اختيارات معينة ليش مختار فلان وليش مختار الجدل الكبير على عبدالله يوسف هل في مشكلة بين المدرب وبين عبدالله يوسف او لا هي اختيارات المدرب فقط ان هاي اللعبين اللي احتاج والله شوف انا ما اقدر افيدك بهالنقطة ليش انا في النهاية تسألت ان قانوعة مدرب او خلاف مع المدرب ومدرب هو اقدر يجاوب عليها بس انا بالنسبة لي الان المدرب يعطيني اللستة ما اقدر انقش فيها نفس ما هو ما اتداخل في عملي انا ما اقدر اتداخل في عمله فما اقدر افيدك يعني في ذي النقطة ابدان الا في نقطة واحدة ان انا يعني عبدالله يوسف ملتزم ويعني من اكثر الالتزام ونحن الادارية بس. جمهور البحريني اللي اللي يمكن اخر مرة شفناه بهالكم كان في الفين وثلاثة عشر كاس الخريج. من بعدها مباراة ايران اللي في التصفيات كاس العالم الاخيرة. مباراة اليابان. اكيد فيه كلمات حابين يتواجهونها للجماهير البحريني. انا خذت من اللاعبين لكن ابي ياخذ منك. شو تقولوا لهم عشان يحضرون يوم الخميس. طبعا شوف الجمهور البحريني جمهور ذواق جدا. وحاب لكرة القدم. والجمهور ما ينقص لاوطنية ولا ينقص دعم للمنتخب او للمملكة في اي في اي محفل واي مكان. سواء رياضي او غير رياضي. الجمهور البحريني لازم يعرف انه هو عنصر وايد مهم في مسيرة المنتخب للتأهل لكاس العالم. او مو بس جمهور يحضر ويطالع. لا. هو عارف جمهور البحريني انه لا دور مهم. في النهاية نعم اللعبين لهم دور. مدربين لهم دور. الجهاز الاداري. الاتحاد. الهيئة. الجهاز المختصة. كلهم كل من له دور. وكل من قاعد يشتغل من منطقته ومن مكانه موقعه. الجمهور البحريني دوره مهم جدا. انا ما قدر اقول لك اللعب 12. لا لا. اللعب رقم واحد. لان انت لو مم بالجمهور. ما بتفوز. ما بتقر تعطي. في النهاية في يوم الايام انا كنت لعب. انا عافل ان اوصل لمرحلة من التعب. يمكن يروح التركيز واقول خلاص خلت خلاص مبرا. من لي وقفني على ريالي الجمهور. الجمهور لازم يعرف ان انت عشان تخلي اللعب يكون استثنائي. ويعطي ما فوق طاقته لازم تكون انت موجود. فأنا مستبشر خير. مستبشر جدا ان الملعب يكون فل. وان شاء الله ازيد من ذيك المباراة. نتمنى الاستاذ شيء الازير. ولله بس يعني. هذي هذي الموجود. ووجودهم وايد مهم. هايكم الله من جديد. كابتن حسن رح ارجع معاك. وراح ناخذ بعض المحاور من مدير منتخب كابتن محمود رياض. فيما يتعلق بالجمهور. قال انه هو متفائل ان الجمهور بيكون فل او حتى اكثر من المباراة اللي فادت مع اليابان. وفي نفس الوقت بسيط لك عن موضوع الجماهير وانت كنت لعب لي فاترة بسيطة. ولعبت في مثل هالاجواء. لما تكون في خسارة يعني تسبق المباراة. يعني او المباراة اللي قبلها تكون خسران. بعدها انتوا اللاعبين شلون كنتوا بدشون المباريات. ش الكلام اللي كان يصير عشان ترجعون الجمهور. انا تعارفون في الاخير تعارف جمهورنا جمهور عاطفي يعني. تحكمان النتائج اكثر. شوف خي حمد انا يمكن قبل مباراة اليابان كنت اتكلم مع يعني بعض الاصدقاء ان شو تتوقعون بكرة. انا شخصيا ما توقعت من الملعب الصرفل. فانا انصدامت من حضور جماهيري غير الجماهير اللي كانت واقفة برع اللي ما قدرت الدشرة. الجماهير اللي كانت برع ترا كمي يعني عدد كبير. كانوا واقفين برع في بعض من الاصدقاء كانوا واقفين برع ما سمع لهم انهم يدشون. الشارع الرياضي عندنا في البحرين شارع واعي. ويحب كرة القدم. انا اتوقع الجمهور من عقوب مباراة يمكن هو زعل على نتيجة المباراة. الامانة ترى مباراة استراليا لعبنا مباراة كبيرة. كنا مركزين كنا منظمين وفزنا. لان البحرين ملعب بيا فريق كبير. منافس يمكن على مستوى العالم ون بس قارة اسيا. الخسارة يمكن كانت متوقعة بس النتيجة ما كانت متوقعة. النتيجة كانت قاسية يعني كانت كبيرة. صح ما لعبنا بشكل زي لكن النتيجة يمكن عطت شو اي حباط للشارع الرياضي والجمهور انه المفروض ما ننقلب احنا بنتيجة مثل هذه. لكن انا متأكد انه فئة كبيرة. ما اقول الكل. فئة كبيرة من الجمهور ورجعت البيت. هدت. يوم ثاني. فكرت بعقلانية قالت انه النتيجة يمكن اوكي كبيرة. لكن احنا متوقعين الخسارة من المنتخب اليابان. فهذه كرة القدم فيها فوز فيها خسارة. انا كل تمنياتي بكرة ان الجمهور البحريني يعرف حجم مباراة بكرة ويعرف حجم التصفيات اللي انا نقع نعب. انا نعب تصفيات كاس عالم. يعني هذي حلم بالنسبة لنا كلنا. سواء من قيادة ومن مسؤولين من جمهور ان احنا نوصل هاي المنتخب ليكاس العالم. فكل مباراة بروحها. كل مباراة بروحها. خلاص. انا كنت بقول لك نقطة هذه. بقول لك نقطة ان مباراة استرائيلي واليابان انتهت. خلاص. صافحة طويناها. سواء بالفوز التاريخي او الخسارة القاسية اللي صارت. مباراة جدامنا مبارتين. نركز على ذي المباراة في ارضنا. وتمنى ان الجمهور بكرة مثل ما صدمني مباراة اليابان يصدمني في دين المباراة. ويكون. قا نكون واقعين. انا شخصيا بيكون في حضور جماهري. ما توقع الملعب يصير فل. يعني انا بكون واحد من الحضور بكرة ان يكون متواجد. ما توقع الملعب فل. لكن اتمنى ان الحضور الجماهري يكون فل في الملعب. لانه ما قط انا شفت الجمهور الجمهور اللي لك. يعني جمهور منتخبك. ما قد تفتعه من ضغطنا يعني يمكن بارع. بارع كنا خصوصا اليابان كنا نلعب. لعب يمكن سبعين الف. سبعين عف ملعب هورشي ما كون. فل. اريح لكم هنا كون. هناك. هناك. الضغط الجماهيري تحسون مرتاحين اكثر. لا احنا يعني كنا نرتاح اكثر هنا في البحرين. موكن موكن عامل. يعني عكسي. لا لا موكن عامل عكسي. لا لا موكن عامل عكسي. لا الشي ان احنا في البحرين كنا نشوف دعم الجمهور. كنا نشوف محبة الجمهور. كنا نشوف الجمهور. يا انطرباص المنتخب قبل لا يدش اللاعبين ينزلون. الاجواء اللي نشوفها في دولة الابطال وشدي. كانت موجودة جمهوري. في 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 بعض الاشخاص قبل مبرى بثلاث ساعات يا او ارباح ساعات. هذه نتائج الايجابية. النتائج الايجابية هي هي اللي تتولد. يعني انت تشوفها هنا فرق. نتيجة الايجابية اللي خلت الحضور في مباراة اليابان هي النتيجة الايجابية في استراليا. مباراتهم. فانت حين لا تخلي النتيجة السلبية اللي في مباراة اليابان تأثر عليك. لانها نفر ما قلت لك. نرجع عنا الجمهور ليه دور. دورة يحفز اللاعبين. انت ما تقدر جمهور تدخل داخل الملعب. بس دورك تأدى. اد دورك. يعني توقف انه جاي مباراة. ترى مو مسألة مان او شي. انت دورك مشجع. احنا كنا بحرينيين سواء كنا في الملعب والله داقل. نعم. كنا نتمنى. يعني تبر دي لين اخوانك اولادك. انت بالعكس. يعني دي لين قا يلعبون ليننا احنا. يمثلونا احنا. فاحنا اقل شي نقدمه انه نحضر الملعب ونشجحهم. انا ادي دورنا يعني. حسر. تعقيبا. تعقيبا. على كلام الكابتن. نعم. في نقطة امكين وايد. ممكن هي دارس احنا نقدر نتعلم. اننا كجمهور. يعني انا في النهاية احنا نحسب ان احنا كجمهور. احنا كجمهور المتخب البحري. مباراة الصين واليابان انتهت سابعة صفر. الصين اللعبون مباراة اللي يعقب على ارضهم. المال عب كان فل. قابلها بساعتين. كنا الصين هما اللي فايزين على اليابان. خط المحور من عندي. هذه العقلية. اللي احنا نحتاجها في البحرين. موجودة ترى. جمهور بحريني واعي. موجودة. شاء الله. لكن احنا انتو كجب. كل كل شخص. الجهاز الفني لا دور. الجهاز اليداري لا دور. اللاعبين لهم دور. الجمهور لا دور. يعني انت اليوم ما تقدر تقول لان انغلابنا خلاص. انا ما بحضر انباراة اللي ايا. انت دورك مشجع. دورك محفز لللاعبين والمنتخب. تكون موجود في الفوس. تكون موجود. تكون موجود. في بس في الفوز. نعم. يكون في الخسارة قبل الفوز لنا. المنتخب. اهم يمكن يكون في الخسارة. اهم. اهم. فتمنى تمنى بكرة حضور الجمهور. اللي اتمنى يعني يكون حضورة محفز ايضا. محفز. يشيل الضغط من اللاعبين. لانهم يحتاجون بكرة. دعم. دعم كبير في مباراة بكرة. اتمنى يكونوا موجودين بشكل مكثف بكرة. كابتن محمود في يعني غياب غريب شوي. غياب كابتن عبدالله يوسف اللي خلنا نقول المباراة الثالثة. والرابع على التوالي بيعني بشكل يعني غير مفهوم. لان عبدالله يوسف في هالموسم حد الان لعب عشر مباريات مع فريقة. عشر مباريات كلاعب اساسي. وسجل اربعة اهداف. وسوى اسس لهدفين. يعني رتم مباريات ما ينقصه. هل من المعقول انه ما يكون موجود حتى من ضمن التشكيل العامة? طبعا اكيد بلا شكل يعني عبدالله يوسف كلاعب محترف. يمكننا اللاعب المحترف الوحيد في الدوري الاوروبي يعني غير عندنا محمد مرهون وفي دولة الكويت. بس بشكل عام في الاول ارجع يمكننا تصريح الكابتن مدير المنتخب عمود رياض. نعم. انه يعني يقول لك هاي في الاول والاخير هي الخيارات. هاي يعني رتم عالي. اه يعني نقول تصريح نقول المفروض يصرح فيه. يعني يقول لك انه ما في تدخل بالنسبة لا الاختيارات. احنا نقول اذا النتائج الايجابية قاعدة تتحقق. نعم. ما عندنا مشكلة في هذه الامور. احنا كجمهورة. لكن اذا في عندنا مشكلة في الناحية الهجومية. وانت اللي اطرقت فيه قبل شوي. انه شنو عندنا الحلول. من جيدة كاس عبدالله يوسف. عبدالله يوسف احد الان. احنا يعني لو نرجع ترى احد اسباب عدم. ما نقدر نحكم حتى على مستوى لاعبيننا. لان لاعبين ما قاعدين نشوفهم. المجموعة كاملة اللي تم اختيارها كلهم في بعضهم ترى على دكة الاعتياط. وهي بعد سؤال على مستفهام كبيرة. لان انت اللاعب كمحلل او كمتابع الى المنتخب او الى اي فريق. تقدر تعرف مستوى من خلال متابعتك على ارضية الملعب. وتشوف مستوياته. اذا نرجع الى الهدافين اللي متصدرين الهدافين الدوري الى الان للجولة الثانية او الجولة الثالثة. دائما نشوفهم محترفين. مو نشوفهم لاعبين المنتخب. لما كان مهدي عبدالجبار قبل موسمين هو هداف الدوري. ما كان يستدعى. كان ما يستدعى. في نفس الوقت. بعد شكل غريب يعني. بعدها غريب كان. ومهدي حميدان كان في قمة عطاءة. كان هذا ينعكس على اداءة في المنتخب. فاليوم انت لما تجد قولي حسين عبدالكريم في نادي المحرق على دكة الاحتياط. اليوم مهدي عبدالجبار بعد يدخل احتياط للاعب البرازيلي المحترف الغالثية. المجموعة اللي موجودة اصلا. حتى اليوم اللي نشوفهم اليوم من 11 مهما يكون. بيكون نصف الفريق في الدوري على هذه. ما نقدر احنا نحكم على الاعداد البدني الرتم الايقاء اللي ينافس. مو تقول الدوري المحلي. انت بتلعب يا منتخب رتم عالي. مستوى الاعداد البدني الفكري. هذي صعب مهمة المنتخب. انا شوي. علشان هذي اللي نقول احنا لما نشوف مباراة بكرة. نعم. كاننا نشوف لاعبين اول مرة. لان اخر مورد شفناهم في مباراة المنتخب الياباني. يعني مثلا عبدالله الخلاصي مثلا بن عدي. اذا كانوا لاعبين بكرة. اخر مباراة لعبوها في مباراة اليابان. اليابان قبل شهر. انت خلال هاي المباراة شلون? لعبوا بس تمارين بس تدريبات. هل التدريب على مستوى عال من المنافسة? اكثر من المباراة الرسمية? هذي اللي يعطينا الانطباع. اليوم التصريح. ما ادري الان اتطرق له. تصريح اليوم الكابتن دراقان. بالنسبة انه ما كان يبي لاعبين اساسيين. شيء امر مستغرب. بروحق المؤتمر لاحقا. كابتن حسن اتمنى انك تجاوبني. لان كابتن محمود يعني ما جاوبني على السؤال. ما تشعرنا يعني هناك شيء غريب في غياب عبدالله يوسف عن المنتخب. عن التشكيل العام ما ما تدخل يلعب اساسي ما يلعب. بس قصدي كارقام. اتكلم كارقام. ونحن نحتاج يعني تحسين الجوانب الهجومية لانه دورينته ما مبتدي بعد. شوف حامد ما حال يختلف على موهبة عبدالله واداءه في الفترة الاخيرة. يمكن اخر مباراة عنده اسست وعنده قول. نعم. نحن نحتاج لعب يمكن في الكرات الثابتة. احنا ما عندنا اللاعب اللي يقدر مثلا ان هو يسجل في الكرات الثابتة. عبدالله كان محمد الرميحي بعد كان كان حل بالنسبة لنا. موضوع اختيارات اللاعب في النهاية يرجع للجهاز الفني. يمكن. أنا بحكم يمكن فترة في في التدريب في مجال التدريب ترى الاختيار اللاعبين من أصعب لمر على الجهاز الفني. أنا بقول لك خصوصا عندنا هنا في الخليج وفي البحرين. الامر يصير عاطفي وايد بالنسبة حق الجمهور. حتى أنا أنا اليوم مساعد مدارب في المنامة. باي بقول لك ترى عندي لاعبين في المنامة يستحقون يكونون في المنتخب. كابتن محمود بيقول فيه لاعبين في الأهل يستحقون. مدارب لندية. كل نادي بي بيتكلم عن اللاعبين موجودين عندي بيقول انهم يستحقون يكونوا موجودين. ازاي المدارب عنده عدد معين يأخذها. فموضوع موضوع اختيار اللاعبين ترى من الأمور الصعبة لكن في النهاية الجهاز الفني هو يتوف اشياء يحتاجها في اللاعب لازم تكون موجودة على اساس ان يختار اللاعب. انت كمدارب ذا بتختار مهاجم على اساس بتختارها. كحسن موسوي. يعتمد على طريقة اللاعب اللي أنا ألعبها. اذا أنا ألعب مثلا ألعب على على الترانزيشن. لكن يكون عندي اجنحة سراع يعني مثلا أنا أقول لك فيها جنحة ما تركب. في لعب جناح ما يركب. في لعب جناح يحب يأخذ الكورة يراوغ ويدش على داخل. في لعب جناح يحب يركض في الفراغ. فأنا إذا بالعب على الترانزيشن أخذ جناح يركض في الفراغ. مع أن يمكن هذي اللي يركض في الفراغ مهارته وجودته أقل من اللي. بس أنا اللي أحتاجه كمدارب أحتاجه هذي. فطريقة اللعب وايد تفرق مع المدارب في اختياراته للعبين. يمكن. لعب رقم تسعى بالنسبة لك. شنو لازم يكون عنده. لعب رقم تسعى لازم. طول عندي مهم. ايه. ان يكون محطة يعني عبدالله طول عنده محطة زينة. ينازل حق لعبين. ينازل حق عشرة وستة وثمانة بشكل زين. مستغرب عدم وجود عبدالله. لكن في النهاية اختيارات مدارب اللي موجودين مقصورا فيهم. طبعا لا لا. أبدا. أبدا. الخير بالموجود. اسماعيل بعد إذا رجعت. رأسماعيل يتكون مرقة رابحة أن تدخلها في الوقت اللي يدش في اسماعيل. بحكم خبرته ويكون قيادة في المالعب. مو قصورا في اللي موجودين. لكن اختيارات مدارب. في النهاية احنا كجمهور الجهاز الاداري. عظام مجلس ادارة الاتحاد يحترمون كل هذه الامور. أكيد. وخلاص ندعم القائمة اللي موجودة. ندعمها بكل اللي عندنا. بكل تأكيد. ما اعتقد ان انا طبعا عبدالله يوسف بيكون بعيدة على المنتخب. يعني لازمنا في المباراة الثالثة. ولو تشوف اختيارات المنتخبة. مع كل مباريات يتم تعديل بعض اللاعبين من التشكيلة. يمكن بعض اللاعبين وجودهم ايضا لاكتساب الخبرة فقط. لكن طبعا بالتأكيد وجود اللاعب محترف ويمتلك هاي المؤهلات من سواء المواصفات اللي موجودة لعبدالله يوسف. ممكن استدعاه في المباريات القادمة يعني. فاعتقد انا ممكن اضم صوتي للكبتن حسن. بالنسبة لكل مدرب. ليه 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 طريقة لعبة اللي يتشوف اللاعبين. هو يتحمل مسؤولية. يمكن احنا نشوف شيء ان عبدالله. بس ممكن ما توالم هاي المباراة. المباراة هذه يمكن بيتلاقى مع مع فريق. يمكن بيلعب تكتيك معين. فما اعتقد ان طبعا احنا نتمنى وجود افضل اللاعبين من ضمن كوكبات. الاهم عندنا النتيجة الايجابية. بكل تأكيد. وكل الدعم لكل اللاعبين. صحيح. فيه شغلة حينانا اتشوفها في التقرير هناك دامنا. فيه مهاجم بعدها ما استدعاه لهو سيد هشومي. سيد هشومي. هشومي موجود. هشومي موجود كريم. هل نتكلم عن ذي الموضوع. هشومي اليوم ما يلعب شكل أساسي في الرفاع. اليوم اللي يلعب سامي فريوي يلعب شكل أساسي. هشومي يدخل بديل. اليوم هشومي بديل. لكن الجهاز الفني في المنتخب يمكن يدور شيء يتشوفه في هشومي يمكن موجود في مهاجم ثاني يلعب بشكل أساسي يمكن في الدوري. احنا اليوم عندنا مهاجمين بحرينيين يلعبون بشكل أساسي في الدوري. لكن في النهاية هو اختيار مدرب. ويتحمل المسؤولية. ويتحمل المسؤولية. واحنا كشارع رياضي. كمنتقدين. كمحللين. كجمهور. نعطي كل الدعم. لان اليوم مو وقت انتقاد ولا وقت. ليش خذيت فلان ما خذيت فلان. لا اليوم وقت دعم خصوصا في ذي الفترة. واتمنى كل اللي موجودين يكونوا على قد المسؤولية ويعطونا الشيء اللي يفرح الجمهور البحرين. بإذن الله. كابتن محمود بنسبة حق رتم اللاعبين في البحرين. دورينا انطلاق فقط جولتين. خلنا نقول جولتين ونصف. بس اللاعبين الدوليين لعبوا بس جولتين. في المقابل دوري الاندونيسي صار له ست جولات. إلى جانب مثل ما تفاضل كابتن حسن في بعض اللاعبين اللاعبون في أوروبا. يعني عندهم رتم أعلى وأعلى. فشلون شايف الفروقات اللي؟ يمكن أحد أسباب يعني أنا شوفه أن الدراجان أمس بكرة أنه يلعب يلعب بالرتم السريع. يعني يمكن أنتفق مع كابتن حسن في البداية قال إنه المباغته. يعني أنت ترى توقع أن المنتخب الاندونيسي بكرة مسكر لك الدفاع دفاع المنطقة. إلا أنه يلعب خمسة دفاع ثلاثة في الوسط واثنين سترايكر. يلعب على الأطراف لما الأطراف اثنين يتقدمون يصير ثلاثة خمسة اثنين. فهو قاعد يلعب على المرتدات. وإذا يعني أنت عطيت الفرصة في أول عشر دقائق ربع ساعة ما هجمت عليه. ما ضغط عليه. وأهم نقول مفاتيح اللاعب هو السرعة. السرعة بالانتقال. إحنا مشكلة الرتم نرجع إلى الرتم بدورينا. إحنا حتى لعبنا نبي الرتم السريع. نبي الرتم السريع. الرتم السريع يحتاج لياقة بدنية عالية. اللياقة البدنية العالية لازم نشوفها تنعكس على أرضية الملعب تسعين دقيقة. وبالمهارات المطلوبة بعض الأحيان تشوف بس عام البداني بس ما تشوف لعب الانتقال. إحنا بعد أيضا نشوف لعبين اللي بدون كرة. يعني تحركات اللاعبين اللي بدون كرة هم أهم من الليل اللي يستلم الكرة. فنحنا نشوف يعني بكرة لازم مفاتح اللعب نلعب على الأطراف. المباغتة في اللعب. استغلال الركلات الحرة. يعني دائما نحنا نشوف نهائي. سلاح ترى هو يملك مبارا. يعني يعني ركلات الركنية. الضربات اللي على منطقة الجزاء. هذه كلها أمور مهمة يجب الاستغلال. يعني غير منطقيا نشوف نحصل على أربع خمس أخطاء عند منطقة الجزاء ولا يستغل واحدة منها. فهناك لازم يكون عمل من خلال الحصاص التدريبية في اتفاق. إنه نستغل لهذه الفرصة. وفي المواقع تك في الأول والأخير. احنا نحتاج إلى نتيجة إيجابية. ونحتاج إلى نعكس هذا الأداء الإيجابي بنتيجة. يمكن أنت بكرة تلعب مستوى جيد بس ما تطلع بنتيجة. فإحنا نحتاج إلى هذه ثلاث مقاطة بأي طريقة خصوصا من المنتخب الاندونيوسي. لأن أنت عندك مباراة مع المنتخب السعودي حقوبها بكم يوم. تحتاج أن تدش بمعنويات أعلى. لا تدش أنت وانت خسران. تدش وانت محتاج أنت متصدر هاي المجموعة. كابتن حسن مدربة اندونيسية الكوري تشان تاي يونج. قال أننا نعرف أننا راح نواجه المنتخب المرشح للفوز بهاي المباراة. وذكر أيضا أن خساراتهم من اليابان ما تعني أي شيء. وذكر أيضا أن طاقة اللاعبين كبيرة في التدريبات يقصد لاعبي اندونيسيا. فنوع كأنه تصريح دبلوماسي أو يهدي الأمور ولكن في أرضية المعلاب أكيد بيكون كلام ثاني. تصريح باكي منه تخدير ويجب أنه هو مباراة صعب على الفريقين على المنتخبين. لكنه تصريح في احترام كبير لمنتخبنا وهذا الشيء المفروض يعني يصير. الأخير كوري. الانضباط لعباتهم. الانضباط عنده. هما واليابانيين معروفين بالانضباط بالاحترام الكبير للمنافس من ما يكون حتى لو هما يتفوقون عليه. فذي الشيء باين على أرضية المالعب الشغل اللي هو نسويه في منتخب الديناليسيا. باين على أرضية المالعب. يعني وين منتخب الديناليسيا في السنوات اللي طافت. ماكن فيه شكل. ماكن فيه لمحات فنية. ماكنت موجودة. اليوم نشوف منتخب حتى لو عنده النازع الدفاعية. لكنه منظم. منظم. منظم بشكل جيد. يلعبون بشكل منظم يعني بشكل كبير. فتصريح أنا أشوفها توافق هو في التصريح. لكن على المقابل يعني أنا أشوف الأجواء في منتخبنا بعد يعني الأجواء وايد إجابيان يمكن. كانت لي واكفة وحديث جدي جانبي مع مدارة بن منتخب في زواج عمار عمار محمد اللي نبارك له زواجه. استوحد. فكان عندي حديث جانبي مع سيدة دراغان. تكلمنا عن المباراة اللي طافت. تكلمنا عن دي المباراة. أنا أشوف الأجواء وايد إجابية حتى اللعب. سألتها عبدالله يوزف بعف العرص؟ لا ما سألتها عبدالله لا ما سألتها، لكن أنا أشوف بشكل عام الأجواء إيجابية. هو تشوفها يعني محاضرة للمباراة بشكل زي. خلاص هذه الإختيارات الموجودة في اللعبين. اللي عندها الإختيارات الموجودة عندها هذه الموجودين. وكل الدعم لهم. الإجواء كانت كل شيء إيجابية حتى اللعب المنتخب. يعني كانوا مستعدين. وأشوف إن شاء الله كنت أنا أشفت فيهم أن حاضرين إن شاء الله يكونوا ذهنياً وبدنياً أنه بدنياً ويد مهم أن نكون موجودين تكلمنا عن الرتم وابع المنتخب ويد أفضل من مبارتين اللي طافوا فأتمنى كل الظروف بكرة تكون مواتية أن نحن ناخد تأثير مقاطع تكون ويد مهمة في مشوار المنتخب في مؤتمر صحفي اليوم أقيم مشانا الكرام وبحضور الكابتن أمين بن عدي مدافع منتخبنا وأيضاً راقان تلايتش كابتن محمود تلايتش ذكر أنه غير سعيد بمشاركة اللاعبين في الدور أن أغلبهم يعني ما يشارك بشكل كوفي خلال الجولتين وجزء منهم كان يعني احتياط ولكن يفكر في الفوض فقط هو طبعاً تصريح غريب يعني بالنسبة لكلام بس أنا ما ندري دوافع يعني ما ندري أسباب هذا التصريح يعني هو شنو يقصد بالنسبة له الكلام يعني نحن نتمنى ممكن نشوف مدرب المنتخب السعودي يصرح بالعكس أنه يتمنى كل اللاعبين المنتخب يكونون في تشكيله الأساسية لأنه يرفع القدرة البدنية ويرفع نقول المستوى الفني للفريق بشكل عام غير أنت تشوف جاهزية لعبينك على أرضية الملعب يمكن أسباب التصريح هذا الشيء شيء مستغرب لأن ما ندري بالضبط وشنو يقصد بغاية الكلام يقصدنا اللاعبين ما شاركه بس لا هو يقول لك إنه سعيد يعني سعيد غير سعيد بعدم مشاركاتهم غير سعيد غير سعيد بعدم مشاركاتهم ولكن يعني فقط ينظر للفوز في مبارات الدونسي الآن هذا غير سعيد لا هو لأنه الذي كتبهه أنا ما سمعته الذي كتبهه بطريقة غير بالعكس أنا سمعت العكس أنا اللي سمعناه العكس أنا سمعت أنه غير سعيد بمشاركة اللاعبين بشكل أساسي غير سعيد بعدم مشاركاتهم بشكل كافي يمكن أنا الذي قرأته يمكن لأنه هي هنا التصريح صحيح كنا نتكلم إحنا تحت الهوى عن الترجمة صحيحة أو لا لأنها رأنا بطريقة لا نشاهدها مباشرة بس للترجمة لذلك احنا نقول انا اقولك متابعة اللاعبين بشكل اساسي انت تشوفهم على ارضية الملعب مع فرقهم مع انديتهم لما يجونك عندك في المنتخب انت تحط التوليفة وتشوف الجاهز اللي تخليه يخدم تكتيكك بالنسبة للمباراة انا اتشوف طبعا كل الاسماء اللي استدعوها يعني على مستوى عالي واعتقد الكابتل دراجون يحب الاستقرار وهذا شفنا انعكس على التشكيلة سواء كان في المباراة الاولى امام استراليا وشفنا ما اغير حتى في مباراة اليابان الا في شي بسيط من خلال الشوت الثاني فاعتقد بيستمر على نفس التشكيلة الا اذا استجدت امور من خلال هاي يعني نقول ممكن بس مجرد استبعاد اسماعيل لانه مصاب بس داعبين المباراة الجولات الثلاث ممكن في امور استجدت يعني مشاركة وليد الحيام احنا نشوفها لاعب اساسي في المحرعي في المنتخب ما شفنا شفنا وليد وشفنا بنعدي بنعدي ما شفنا شارك الخلاصي ما شفناي المحرق بس شفناه في المنتخب اساسي هالبكرة يطلع هزاء لانه مشاركي الرفاء في كل اللاعبين احنا اللي يديش يعني الملعب نبي الجاهزية وانا عندي ثقة ان لاعبين كلهم اللي تم اختيارهم يملكون الفنيات يملكون الخبرة يملكون الدافع الامر المستغرب انك تخسر على ارضك وبين جمهورك فمطلب الثلاث نقاط لازم ينعكس على ارضية الملعب اذا اللاعبين دخلوا من بداية الملعب بعقلية الفوز بعقلية حصد النقاط طبعا مو بس بالكلام بيكون بعمل التكتيك اللي يأهلك الوصول الى مرمى المنافس كابتن حسن بنعدي ايضا ذكر في المتمر الصحفي ان نتائجنا في البحرين غير جيدة فبكرة بنسع لنا نكسر هاي الحاجز وبنسعد الجمهور هاي كلامك كابتن امين بنعدي مر يعني يمكن متى اخر معنا استثناء خساراتنا من اليابون لخيرة يعني احنا فزنا على ايران هني واحد صفور خسارنا من الامارات باعرف التصفيات خسارنا من الامارات في البحرين غير جيدة في المولاد خلينا نقول المهمة بعيدا عن الوديات وغيرها في بعض الاحيان في فترة من فترات تتي انت في ارضك ما تأدي مثل ما تأدي برع يعني انت تحس باريحية برع سواء في جمهور ولا ما في انت تأدي بشكل افضل برع يعني خارج الديار انه احسن مما تأدي في ملعبك وبين جمهورك لكن في النهاية هو عامل نفسي لعبين اليوم لعبين خبرة لعبين كبار عندهم يعني فيه لعبين مثل ما قلنا تخطوا ستين سبعين مبارا ودية سوري مبارا دولية وفيه لعبين وصلوا والمئة مبارا دولية فالموضوع عامل نفسي اليوم في النهاية تحتاج تأخذ النقاط كثر ما تقدر اللي موجودة على أرضك بقض النظر فيه جمهور ما فيه جمهور فيه دعم ما فيه دعم تأخذ المباراة لانه هذه مباراة على أرضك انت بتلعب نفس المنتخب ذي المنافس بتلعب معاه فيه أرضك ما رح يفوت ذي الشي على يعني جمهوره ما رح يفوت حضور يعني بيمكن نشوف منتخب يمكن السعودي مو في أفضل حالاته لكن بكرة الملعب رح يكون ممتلع الجوهر في جده بيكون ممتلع وهي الشيء اللي طالب فيه منشيني يمكن فيه آخر ظهور له أمسكون يشجعوا إياهم يشجعوا إياهم وطالبهم انه تعالى ومثل مباراة الهلال والأهلي نحتاج أنه انتو تملون المدرج فهذه الأمور دائما أنت أنا كمدرب كإداري كمسؤول في الاتحاد دائما أتمنى أن الجمهور ومنتخبني يستغل عامل الأرض والجمهور لأنه شيء في صالحك ذي المفروض ما يكون ضغط عليك المفروض يكون داعم لك نعم كابتن حسن بالكلام عن الجمهور رح نشوف كابتن جاصم الشيخ شي يقول حق الجمهور البحريني الخسارة الضائقة لك يعني والجمهور حقهم علينا حضروا في المدرج وحنا طلعنا زعلانين على شونهم بس أتمنى 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 أن هالمباراة يحضرون أزر من مباراة اليابان هاي المباراة يعني كل مباراة مهمة نفس ما قلنا بالنسبة لها المباراة أهم من مباراة اليابان اليوم ما حد يرتاح للخسارة كل زعلان من الخسارة ما في مباراة ديش هتقول أنا بخسارها لا مستحيل إحنا ضد هالكلام ولكن اليابان فريق يعني على مستوى المجموعة وعلى مستوى القارة هو الفريق الأفضل خلونا نتفق يعني اللي صار في مباراة اليابان غير مخبول أكيد احنا ما نبرر حق نفسنا زعلانين من المباراة مضايقين احنا كلاعبين الشارع الرياضي المحللين الجمهور الكل زعلان بس اليوم خلاص ما في وقت للزعلة اليوم عندنا مباراة لما بنلوم و بنقول له ما بنحضر احنا زعلانين على المنتخب لأننا خسر مباراة اليابان فراح نخسر مباراة ثانية و ثالثة وبيضيع الحل من الكل اليوم لازم كلنا نتحد أن هالمباراة نفس ما قلنا كأننا نهائي ثاني كأننا خلاصنا بنبطولة اليوم بطولة ثانية دوشين نشهب كل تركيز اللاعبين يكونون حاضرين الجهاز الفني والإداري والجمهور أهم من الكل في هالمنظومة لازم الكل يحضر أتمنى الكل يحضر ويساند وإن شاء الله إن شاء الله نفرحهم جاسم الشيخ ورسالة للجمهور البحريني كابتن محمود شا تقول حق الجمهور البحريني اللي مطالب أن غيرنا يحضر مطالب بالالتزام بمختلف القوانين وكافة البروتوكولات يعني يمكن كابتن جاسم يعني اختصر كل الكلام بصراحة وجه رسالته وحط النقاط على الحروف يعني في الماقلت لك في الأول والأخير هاي المنتخب منتخبنا منتخب بلادنا الفرصة دي فرصة تاريخية لمملكة البحرين وجود ثمان مقاعد ونص في نفس الوقت أنت عندك ثلاث نقاط ولا زال عندك أنت لعبت من عشر مباريات لعبت مبارتين عندك ثمان مباريات توصل إلى النقطة ثمعش أو ثلاثة عش تضمن المركز الثالث في المجموعة فدائما أنت اليوم إذا تحصد هذه النقاط لثلاث نقاط ست نقاط تتوصلك لنصف الطريق وعندك سبع مباريات تتغير كثير فيها من الأمور فإحنا كدورنا كجماهير مثل ما نرجع ونقول نأدي دورنا نحضر المباراة نشجع لكن الخط المنشأة العريض لازم إحنا بعد نتحكم في توقعاتنا ترى لا ندخل الملعب بس ضامنين إن احنا بنأخذ المنتخب الاندونوسي كان منتخب منتخب سهل وجاي أنت لازم تعرف ترى منتخب واصل لهذه المرحلة ليه قدرات مثل ما ليه قدراتك فأنت كجماهير لازم إحنا نشجع ونأذر فريقنا كفريق حالة حالة السعودية حالة حال اليابان فريق هوي جاي نفسي فمحتاجين ملعبيننا ومنتخبنا محتاجين هذا الدعم ندعمه من خلال حضورنا وتشجيعنا مو بس حضور حضور وتشجيع يبين لنا إيش قد إحنا فنتمنى إن شاء الله نكون عند حسن ظن لاعبيننا ونكون حاضرين في المال الآن كابتن حسن أصالتك للجمهور واللي مثل ما قل مطالب بأن يحترم الخطوط الحامرة في التشجيع طبعا الجمهور ما يحتاج دعوة خصوصا في مباريات وبطولات وتسفيات مثل هذه ما يحتاج دعوة بكرة يوم الخميس عندنا ندعى رحنا البحرينيين مميزة يوم الخميس عندنا فأتمنى بكرة أن الحضور يكون كبير والجاو بعد بدأ يتحسن مصرقوبة الحمد لله حتى تطريش حلو بغتر عشرة عشرة أتمنى يعني كل الظروف مهيئة على أساس أن بكرة المباراة تكون مثالية إن شاء الله بالنسبة لنا خصوصا في الحضور الجماهيري اللي صار في مباراة اليابان طبعا مرفوض جملة وتفصيل مرفوض يعني أنا يمكن لاحظ الشيء كنا بالتكلم عنه في الستيديو اللي كان عقب مباراة اليابان لكن يمكن ما حضراتي النقطة أنا أذك أذكرها لكن أي منتخب يهي عندنا ضيف البحرين لكل الاحترام التغذير أكيد خصوصا في موضوع النشيد الوطني اللي يصير المفروض يكون كل الاحترام والتغذير حق الضيف اللي يكون عندنا فيها قليلة أتمنى الموضوع لا يتكرر لأن في النهاية بصير غرامات علينا وبصير توقيفات وبنحرم وهي شيء نحن اللي ما نتمنى يعني اليوم الاتحاد البحريني اللي كرة القدم تغرم ممكن مبلغ 4400 مبلغ مبقليل على الليزر وعلى الصفرات على اللي صارحة على الموضوع الليزر أتمنى أن يكون فيه تفتيش عند البوابع أساس أن هناك أمور غير قانونية تدخل نتفادها يعني أنا أتمنى الجمهور البحرين يتفادها الأمور ونركز على التشجيع مجرد التشجيع هاي اللي يحتاجه لعبيننا هاي اللي يحتاجه الجهاز الفني والإداري هذي فقط اللي يحتاجه أن نحن نركز على التشجيع التشجيع المثالي بكل روح رياضية سواء أنفزنا أو خسرنا هذي كرة القدم كل شيء يحصل فيها يمكن بكرة لا سمح الله في فوز الخسارة في تعادل الأيضان فإحنا نتقبل كل الظروف وروحنا رياضية روحنا رياضية تكون فوق كل شيء يعني هذي أنا أمكن الكلمة اللي كنت أقولها يعني مشوار طويل مو في مباراة نحكس ترى الخسارة أو التعادل أو الفوز نحصرها في مباراة واحدة عندك 17 مباريات لا زال إحنا نتأمل ونعمل ونشتغل ونؤدي يعني على على الثلاث نقاط والجمهور لكن كل شيء متوقع أنت لا تحصر نفسك إنه جاي بس عقل الثلاث نقاط نعم هاي الأمور إن شاء الله ما نشوفها وممكن أضيف نقطة وعهدى أنهنا في الأول والأخير الجمهور ترى يحكس سمعة مملكة البحرين أخلاق أخلاق البحرين فهي مو تصرف فردي لأنه يمكن هو تصرف فردي لكن في الأول في الإعلام يتداول بطريقة غير صحيحة يسوي شيء إحنا إلا داخل الملعب والإيمة يوقفونا عند حد كابتن محمول شكراً لوجودك وكل التوفيق للأحمر البحريني بإذن الله إن شاء الله نلتقي بكم بعد المباراة وإحنا نبارك بالثلاث نقاط توقعاتك المباراة 1-0 أو 2-0 للبحرين كابتن حتى شكراً لوجودك بالتوفيق للأحمر البحريني وتوقعاتك شكراً لك أخي حمار وعشكراً لك كابتن محمول إن شاء الله بكرة إن شاء الله بكرة التوفيق يكون لمنتخبنا توقعي يعني مبارا راح تكون يمكن فنياً ما راح نشوف بها شيء لكن أتمنى خاطفة يعني خاطفة من المنتخبين خاطفات يعني يمكن في يكون أفضلية لمنتخبنا لكنها خاطفة توقعها 2-2-1 2-0 توقعها 2-1 أو 2-0 لمنتخبنا شكراً لوجودك ونلتقي إن شاء الله في برامب بخرة تشجيع فن وذوق واحترام قبل كل شيء كلنا نقوله بصوت واحد على الله يا البحريني شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة